منسيون فهم خارج الخريطة السياسية وخلف حسابات الانسانية هؤلاء هم نازح مخيم محطة بلد في محافظة سلاح الدين معاناة في صور بشرية واما الامل لديهم في بارقة امل تلوح في مستقبلهم القريب فمؤكد معدوم السنوات شاهدة على ظروفهم المعيشية الصعبة والخيم التعلم ما يقاسون وكل شيء بينهم او من حولهم يروي الف غصة وغصة وبعد يأسهم من نجدة مخلوق لم يبقى لديهم من ملاذ سوى الفرج من الخالق وحده والله العظيم يعني نوبات الحالة يقوم بشي الضيم هذا شفناه هاي صار سبع سنين شفنا والله الضيم بلغران شفنا الموت يعني الموت يعني عندنا افضل من هاي العيشة البؤس والقهر والمعاناة واليأس واضحة على وجوه النازحين اما الاطفال فلن تقرأ في اعينهم الا تساؤلات بريئة لا تستطيع الاجابة عنها الا ارادة حكومية هل لها تتحقق عن قريب وسؤال الام الثكلة الذي هز الكون الاسنا عراقيون ان لم نكن كذلك فتعالوا واجهزوا علينا واريحونا من شقائنا يعني احنا الناشد من احنا معراقيين الى معراقيين هم ينخلي يقولون المعراقيين يجون يمحوننا من كرة الارض يا والله اقل من كيلو مترين هي المسافة الفاصلة بين بيوت ومناطق النازحين والمخيم الذي يقطنون فيه منذ سنوات فما المانع من عودتهم الى ديارهم احنا بيوت لتغريب كيلو ونص منها يعني ما مسموحنا العودة لحد الان وحتى ذا سنحة العودة يعني بها الايام احنا نريد الامن حياة في عزلة تامة اشبه بحياة المعتقلات تلك التي يعيشها نازحه المخيم صارت احنا معالتنا كالشباب اول ما طلعنا من بيوتنا تقريبا عمرنا 13 سنة اطمع السنة فانحصرنا بداخل المخيم صارت درستنا تضلعاتنا لانشاءنا مخيم خارج ما شفنا كل شيء ملف انساني نضعه على طاولة الحكومة العراقية ونذكر هؤلاء عراقيون هؤلاء عراقية اولا اطمع زر الا اولا 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 دعلا اولا اولا ترجمة نانسي قنقر